مساء الخير شباب اليوم عدنا برنامج تحميل روم غالكسي اس 3 نتابع اول شي تروح على الرابط راح لكيات الوصف الفيديو نتابع تنسخه توبي بعدين تروح على موقع جوجل كرون او اي متصفه نضيع انتر ننتظر شوي راح تطلع لك فرحة الاعلان ننتظر خمس دواني بعدين راح تتخطى الاعلان بعدين راح تتخطى الاعلان راح ياخذك على موقع الروم جالكسي اس 3 طب انا هو موقع رسمي تضغط على كلمة بتروح حصصه تزال عن طبعا انا محمله انت اش رايش سوي تفك الضغط عني يطلق ينطيق ذني الملسين هذا الروم تفك الضغط عني رح يطيق ذني الملسين الروم بعدين تيجي على برنامج الاودين تيجي على برنامج اللاخ الدرايفي دامسوندرايفي هاذا الملفات رح اقل لكم ياهن اسفل الفيديو ان شاء الله اه طبعا ذني الملفات نجعل برنامج بالبدايه نفتحه الاودين نجعله برنامج الاودين تلقى به ايتي اربع ملفات نفتحه تصيد لديك رح يمفتحه عندك الاودين خلي ذنى الصحين داما انفعلات ادك نجي نضيف الروم نجي بالبداية نسوه نضغط على الزر اللي نصي والدقمة اللي بالنص ونضغط الزر اللي اشتغيل بعدين نلغي هذا رح تجي كيتي صفحة تنطي زر اللي تعل الصوت رح يطلع عندك الداول لود ماشي بعدين رح نسطب الجهاز على الكمبيوتر سطبنا على الكمبيوتر هسا نتعرف عندما تطلع لكم هيش ايقونة مثل هاي يعني ما نتعرف الجهاز بعد ما تعرف علينا الجهاز نضغط على الروم دخل الروم ملف الروم هاد عد السلطانية بعد ما تعرف ننطي زر ننتظر ننطي زر ننطي زر ننطي زر ننطي زر ده حسنا elaborate من الجهاز ايضا بده ياخذ عدنه العملية ما اطوله هواي اربع دقائق او خمس دقائق اي شي تحتاجونه اه تراسلونا على الصفحة الرسمية الفيسبوك وراح اطقلكم البرامج الضرورية التعريف السامسين طبعا راح اقطع الفيديو لحد ما يكمل وارجعلكم لحد ما اطول عليكم رجعناه لكم وراح يكمل الفيديو ان شاء الله راح يكمل راح يكمل راح يكمل راح يشتغل يبدي يشتغل الجهاز راح يبدي يشتغل الجهاز مثل ما يشوفون كما تلاحظون اشتغل الجهاز راح يشتغل الجهاز اطلع لكم صفحة مثل هاي راح يشتغل تنتظروا اتكمل حتى يشتغل عندك الويندوز بعد ما يفرمت ان شاء الله راح يشتغل عندنا الرومو الجديد مثل ما تشوفون اشتغل عندنا الرومو الجديد نختار اللغة العربية انهاء مثل ما تشوفون اشتغل عندنا الرومو الجديد طبعا هو روم رسمي وللقاء لا تنسي اشترك او لايك للقناة واثمان الله شكرا